السلام عليكم الزلفلون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياس كأخبار تيفي وكذلك جياس كأخبار التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على أخبار شبيب القبائل حصريا يعني اللائب قيس ناصري يكسب قضيته لدى لجنة المنازعات يعني ضد شبيب القبائل لجنة المنازعات فصلت السبتة لصالحه بتعويضه 14 شهرا بقيمة مالية تقدر ب750 مليون سنتيم في مدة لا تتعدى 45 يوم صراحة اللاعب من قبل طالب من إدارة شبيب القبائل الإدارة الجديدة طبعا تعويضه ب6 أشهر يعني فقط يعوضه ب6 أشهر فقط واسماح يعني في الشهور المتبقية أو 8 شهور المتبقية لكن الإدارة رفضت الحل الويدي يعني ما يحبوش الحل الويدي هذا ورفضه فرفع كما احنا نقول الشكواته ضد لجنة المنازعات يعني ضد شبيب القبائل وكسب القضية وأصبحت تعويض في 14 شهر من اللي كان راح يعوضه في 6 شهر فقط لو كانت يعني الإدارة تع شبيب القبائل كما احنا نقوله رفضت الحل الويدي لكن ذلك صراحة جيد لشبيب القبائل نروح فقط أنه اللاعب قيس ناصري كان يكسب القضية تعويض لأنه صراحة جيد شكرا